نحن نشوف أهم ما يكتب عن نادي الأهلي في الصحف المر الأهرام الأهلي يستهل مشواره في دوري الأبطال الأفريكي بلقاء فيتا كلوب خمسة أسباب تشعل مواجهة الوصيفين ولا سرتي يخشى اتفاع ضحايا الإصابات أخبار اليوم الأهلي يفتتح مشوار مجموعات الأفريكي أمام فيتا كلوب الكنغولي الليلة الجمهورية في مواجهة فيتا الكنغولي الأهلي يبدأ المشوار للبحث عن الانتصار الأخبار المسائي الأهلي يخشى حمال بداية أمام فيتا كلوب الأخبار المسائي الأهلي وبيتا كلوب الانتباعات الأولى تدوم الأحمر يبحث عن بداية قوية دور المزمعات الأفريكي ومروان يقود الهجوم المصري اليوم الأهلي يحشد قوته الهجومية للفتك ببيتا كلوب المساء الأهلي متحفز لضربة البداية مع فيتا كلوب الشحات وياسر ورمضان أوراق اللاسارتي الرابحة لإسقاط بطل الكنغولي الشروق الأهلي الجديد في اختبار صعب أمام فيتا كلوب الكنغولي اللاسارتي يستقر على الدفع بالشحات وابراهيم في التشكيلة الأساسية ومروان يقود الهجوم اليوم السابع الأهلي يبدأ مواجهات الكبار أمام فيتا كلوب الليلة في دور المجموعات الأفريكي الشحات ورمضان وياسر يدعمون الأحمر لسارتي يتطلع لأول انتصار أفريكي وبطل الكنغو يتمسك بالفوز الدستور الصفقات الجديدة تحمل آمال الأهلوية أمام فيتا في بداية المشوار الأفريكي الوفد الأهلي يخشى مفاجآت فيتا كلوب بدور المجموعات الأفريكي لسارتي يحذر من آفة الشوت الثاني ورحيل النجوم يهدد بطل الكنغو طيب الأخبار كلها طبعا تتكلم عن مباراة النهاردة طبعا دي كواليس اللي احنا شايفينها دلوقتي على الشاشة دي كواليس فريق النادي الأهلي في مقر قمتو في برج العرب أحد الفنادق القريبة من أستاذ الجيش وإن شاء الله واضح طبعا الجدية على اللاعبين والتركيز الشديد وإن شاء الله النهاردة يكون الفريق موفق بشكل كبير جدا في هذه المباراة وهذه البداية في دور المجموعات طيب الأخبار كلها طبعا في الصحف النهاردة تتكلم طبعا في بيركوس النادي الأهلي يعني تتكلم عن مباراة اليوم ومباراة فيتا كلوب طبعا مباراة صعبة جدا نبتدي بالأهرام اللي بيتكلموا عن أن الأهلي بيستهل مشواره في دور المجموعات بدور أبطال أفريكيا باللقاء فيتا كلوب وقالوا أن في خمس أثبات مهمين جدا بتخلي هذه المباراة صعبة جدا والتركيز هيكون كبير من لعبة النادي الأهلي الخمس أثبات من وجهة نظرة طبعا جريدة الأهرام وهي خاصة بأن الفريقين طبعا نصلوا لنهائي البطولتين الأفريكيين الموسم الماضي سواء النادي الأهلي وصل لنهائي دور أبطال أفريكيا وما كانش موفق لموسم التاني على التوالي الموسم قبل الفات كسر أمام اللوداد الموسم نفات كسر أمام الترجل لأسف ما وفقش وما فس بهذا اللقب كمان فريق وريتا كلوب وصل لنهائي أمام فريق الرجاء المغربي وكسر أيضا هذه المباراة النهائية بالتالي يعتبروا فريقين وصفين وبيه هدفوا طبعا لتحقيق البطولة الأهم في أفريكيا وهي بطولة دور أبطال أفريكيا هذا الموسم كمان من ضمن الأسباب أو تاني الأسباب اللي بتتكلم عليها جريدة الأهرام وهي خاصة بانتظار الجماهير لمشاركة حسين الشحات المهار ده أحد أغلى الصفقات في تاريخ النادي الأهلي وأغلى اللاعبين المصريين اللي تم التعاقد معهم في تاريخ الكرة المصرية بشكل عام احنا عارفين أن أغلى صفقة هي صفقة لكن كلعب مصري دي أغلى صفقة بالنسبة للاعب مصري داخل الدوري أو جاي مبرع على الدوري المصري فبالتالي فيه انتظار وتركب تبير لمشاركة حسين الشحات الأولى مع النادي الأهلي النهار وهي حيحمل القميص رقم 15 إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق كمان فيه تركب لبقي الصفقات اللي ممكن تشارك بشكل أساسي في مباراة اليوم أبرزهم طبعا رمضان صبح وياس إبراهيم هم ثلاث صفقات اللي تم قدهم حتى الآن في القائمة الأفريقية اللي بعد قد هذا الثلاثي لسه ناقص أربع أماكن في القائمة الأفريقية فيه يعني مدولات ما بين أعضاء الجهاز الفنيو مستر ريلا سارتي كابتن محمد يوسف كابتن سيد أبو حفيز على أسماء الأربعة الأخرى اللي حيتم تجدها خلال المرحلة المقبلة التاني بالتالي أكيد فيه تركب كبير جدا لمشاركة هذه الصفقات وهؤلاء اللي عدين إن شاء الله يكونوا إضافة قوية بالنسبة لفريق نادي الأهلي في مستهل مشواره الأفريق كمان مستر مارتين لسارتي ده السبب الرابع وهو أن أهمية هذه المواجهة بالنسبة له الجماهيل بتتركب طبعا البصمة النجومية الخاصة دي مستر لسارتي مستر لسارتي اللي حتى الآن مباريتين محليين مع النادي الأهلي هذا أول اختبار أفريقي بالنسبة لمستر لسارتي من خلال المباراة اليوم طبعا المباريتين محليين النادي الأهلي خسر أمام بيرميدز 2-1 وفاز على سموحة بنتيجة 1-0 بالتالي النهاردة حيكون أول اختبار مهم جدا لمستر لسارتي في بطول الدوري أبطال أفريقيا بإذن الله بإذن الله بصمته يعني حدان مع الوقت إن شاء الله مع فريق النادي الأهلي ويقدر إن هو يحقق كل أمال وطموحات الجماهير الحمراء كمان الفوز النهاردة وده السبب الخامس نتكلم عليه جارية الأهرام وهو الفوز هيكون مهم علشان يتم حصد الثلاث نقاط في محاولة لتفادي البداية بتاعة الموسم الماضي أمام فريق طبعا الترجي وأيضا كان فريق كان فريق مين يا جماعة في مجموعة النادي الأهلي فريق أغندي كان مع النادي الأهلي الموسم الفات فبالتالي البداية كانت صعبة بالنسبة للفريق خسارة أول مباراة تعادل مع الترجي أو خسارة المباراة تانية وتعادل في المباراة الأولى مع الترجي إن شاء الله السيناريو ده ما يتقررش مرة أخرى بالنسبة للنادي الأهلي إن شاء الله تكون البداية جيدة خلينا أقول لكم التشكيل المتوقع بالنسبة للفريق النادي الأهلي المهاردة والأعتقد هو ده اللي حيكون الأقرب إن الفريق يلعب به مباراة الليلة أمام فريق فيتا كلوب كمدافع أيمن وعلي معلول كمدافع أيصر وحيكون اثنين المساكين بنسبة كبيرة طبعا ده مش تشكيل رسمي يا جماعة ده تشكيل متوقع هيكون ياسر إبراهيم الوافق ده الجديد من سموحة وأيضا أيمن أشرف لعب الفريق في نص الملعب الأقرب حتى الآن عمر السلية وهيشام محمد مع احتمالية تواجد كريم ندفد على حساب هشام محمد وإحنا شفنا كريم ندفد في المكان ده كان بيقدي بشكل أكثر من راقع في مباراة طلاقة جلشلة وكفتكروا كلكم في بطولة الدوري واللي فاز فيها النادي الأهلي من تيجة كبين سفر كان عمل مباراة أكثر من راقع كريم ندفد وأعتقد ده مكان الرئيسي يعني فالبفضلة لسه بالنسبة للجهاز الفاني أكيد هو استقرر خلاص في هذه اللحظات وقبل المحاضرة الأخيرة قبل المباراة لكن احنا بنقول المتوقع حتى الآن فقلنا في نص المرأب حيكون عمر السلية هشام محمد أو كريم ندفد مكان هشام محمد اللي في الخط الهجوم الأمامي بالنسبة للنادي الأهلي هيكون ناصر ماهر رمضان صبحي وحسين الشحات ودول الأقرب اللي هيعونوا أكيد المهاجب الوحيد والأوحد في معسكر النادي الأهلي في هذه الفترة هو مروان محسن في زل غياب صلاح محسن للإصابة وأيضا في زل غياب وليد أزارو للإصابة فبالتالي مروان محسن ده محسوما الموضوع ده أنه هيكون مهاجب الفريق النهاردة إن شاء الله مهم جدا بإذن الله إن الفريق يقدر يحصد الثلاث نقاط اليوم وكمان يخرج بدون إصابات إن شاء الله في مبارات النهاردة كل التوفيق للنادي الأهلي طيب خلينا نكمل أخبارنا وأهم الأخبار النهاردة ونعلق عليها الأخبار المسائي كان بيقول إن الأهلي بيخشى هم البداية أمام بتكلوب ده اللي تكلمنا عن إن البداية دايما أو البدايات دايما فأي بطولة تبقى مهمة أو أي مرحلة أنت بتبتدي فيها ومرحلة ممكن تبقى طويلة شوية ودور مجموعة إحنا عارفين بيبقى فيه ست مباريات فالبداية دايما لازم تكون قوية مش عايزين نفس السيناريو يتكرر بتاع السنة الفاتتة إن شاء الله بإذن الله يكون التوفيق حليف النادي الأهلي في هذه المبارة كمان الأهرام المسائي قال أو الأخبار المسائي عفوا قال إن الأهلي وفيتا كلوب الانتباعات الأولى تدوم وإحنا زي ما بنتكلم برضو يعني الكلام كله في نفس المعنى إن دايما البداية والانتباعات الأولى هي اللي بتديك دفعة قوية جدا نحو استكمال مشوارك في مختلف البطولات وكمان بيقولوا إن مروان محسن هو اللي حيقود الهجوم وده شيء مفروغ منه وباديه جدا المسا كمان كلمت على إن الأهلي متحفز لضربة البداية مع بيتا كلوب والشحات وياسر ورمضان أوراق اللي صارت الرابحة الإسقاطة بطل الكنغوي التكاهنات كلها بتقول إن السلاسي الجديد بالنسبة للنادي الأهلي حيكون ريب جدا إن هو يشارك في هذه المبرأة بشكل أساسي مع بداية هذه المبرأة عناصر كلها مهمة جدا بخلاف اللعبين الكدامة كلهم لعبين مميزين وعلى درجة كبيرة من كفاءة لكن أيضا إضافات دايما بتكون مهمة عندك حسين الشحات لعب مهم جدا 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 وإن شاء الله يكون إضافة قوية بالنسبة لنادي الأهلي ياسر إبراهيم كان إضافة أو يعني يظل إضافة قوية في خطة فاعل نادي الأهلي خصوصا في ظل غيابة عدد كبير من اللعبين في هذا المركز كمان رمضان صبحي بداية بتاعته مع النادي الأهلي جيدة جدا تعتبر بداية جيدة جدا يعني في مقابل التوقعات اللي الناس كانت متوقعنا رمضان بقاله فترة ما بلعبش مع فريق هادرسفيلد الإنجليزي فبالتالي ممكن ما يكونش في فورمت المباريات لا شفنا رمضان صبحي في مباريتين بيرميدز واسموحة كان بيقدي بشكل مميز جدا إن شاء الله مع توالي المباريات كمان بالنسبة لرمضان صبحي نشوف أداء ممتاز من هذا اللعب الرائع طبعا رمضان صبحي اليوم السابع بتتكلم عن أن بداية المباراة أو بداية النادي الأهلي في هذه البطولة سيكون أمام فريق كبير أمام فيتا كلوب النهاردة بالليل وطبعا أيضا بيتكلموا عن الشحات ورمضان وياسر أنهم هيدعموا صفوف الفريق وبطل الكونهو يتمسك بالفوز بطل الكونهو أكيد عنده طموحات كبيرة جدا أنهو يفوز في مباراة النهاردة وإن شاء الله ده ما يحصلش وده حق مشروع لكل الفرق في المشاركة في أي بطولة لكن أكيد مباراة حتكون صعبة جدا الأهم إن شاء الله نادي الأهلي على مدار التسعين ديها يكون بأداء جيد طبعا مش هنقول أن بأداء بدني عالي جدا لمستحيل أي فريق في العالم يلعب بأداء بدني مرتفع على طوال التسعين ديها لكن أقل تجدير ما يبقاش الشوت الثاني مختلف تماما على الشوت الأول زي ما كنا نشوف في آخر مبارايتين كده لا عايزين إن شاء الله الشوت الأول الشوت الثاني يكونوا بالأداء المطلوب واللي يقدي في النهاية الفوز النادي الأهلي بمباراة اليوم إن شاء الله وحصد أول ثلاث نقاط الدستور كمان بتتكلم على الصفقات الجديدة وكل في الحقيقة بتتكلم على الصفقات الجديدة وكل جمهوري النادي الأهلي في تركب كبير جدا لمشاركة الصفقات النهاردة بالتحديد حسين الشحات وإياتر براهيم ربما نصرحي شوفنا آخر مبارايتين لكن إن شاء الله كمان الصفقتين دول حسين الشحات أعياتر براهيم يكونوا إضافة قوية من خلال مباراة اليوم الصفقات الجديدة أكيد بتحمل أمال الأهلوية أمام فريق فيتا كلوب في بداية المشوار إن شاء الله يكونوا إضافة قوية من خلال مباراة اليوم ويبق إن سجاب سريع من نسبالهم ولعبين طبعا كمان متوابنين في الدور المصري وعندهم ضراية ضبيرة جدا بالنادي الأهلي وإسلوب اللعب وإيه أكيد لعبين متوابنين في نادي الأهلي أصلا من البداية أكيد عندهم علاقات جيدة معهم فبتالي إن شاء الله يكون توليفة رائعة في مسيرة النادي الأهلي نحو الفوز بالبطولة إن شاء الله بشكل عام هدف مش الفوز بس من برات النهاردة بداية لكن ان شاء الله الاهم من البداية انك تستكمل نشوارك بالشكل اللائف والشكل الافضل لي حصد هذا اللقب الضال عن دولاب بطولات النادي الاهلي ان شاء الله يرجع قريب باذن الله في نهاية شهر 5 كده اول 6 من البطولة دي اول كاس ده يكون في دولاب بطولات النادي الاهلي من جديد للمرة التسعة في التاريخ